اشتركوا في القناة وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعد أيامكم ولياليكم جميعا وأن يصب عليكم الخير حيث كنتم يا رب العالمين الحقيقة القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه وهو دائما باب مفتوح لكل من ينهل منه بقول دائما اللي بيتعاطى مع القرآن حتى لو كان يعني فقط يقرأ أو يكتب بيستفيد من القرآن يعني من يريد أن يقطف من ثمار القرآن فهو غير محروم هذا كتاب الله وهو قرآن كريم صفة الكرم ارتبطت بالقرآن الكريم لأنه يعطي كل أحد ما يريد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنا لما أقرأ القرآن غير ما حضرتك تقرأ القرآن غير ما أي مسلم عاد يقرأ القرآن كل واحد له نظرة وله إحساس لكن حينما يقرأ القرآن الباحثون والعلماء والمتخصص مش أقصد علماء الشرع فقط إنما علماء الطب والبحث العلمي والذين يتولون البحث في إعجاز القرآن العظيم على كل المستويات وفي جميع التخصصات بيبقى ليهم كلام تاني وبيكتشفوا أسرار جديدة لكتاب الله العزيز حول آية تتعلق بنا نحن البشر نحن بني آدم كيف خلقنا ولماذا يركز القرآن العظيم في آيات عديدة من الكتاب العزيز على أننا خلقنا من نفس واحدة خلي بالكم من هذا التعبير القرآن البديع لأنه ده مدار الحلقة مع البروفيسير والعالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور حنفي مدبولي عضو الهيئة العالمية للإعجاز في القرآن الكريم إعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مرحبا أستاذنا الدكتور مرحبا بك يا أستاذ مصطفى مرحبا بساعدة المشاهدين أنا بس عايزة أقول أنا قلت فضيلة ودي تتعلق بالشيوخ وعلماءنا بس عايزة أأكد برضو من حضرتك أستاذ في الطب أستاذ في جامعة بني سويف أستاذ في الطب البيطاري وعالم جليل وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم وأيضا حاصل على الإجازة العالية من كلية أصول الدين ده صحيح فمن قول سماحة وفضيلة وأستاذنا كل هذا موجود بفضل الله أهلا وسهلا بحبتك أهلا بحبتك أهلا بحبتك بكم قلنا الآية التي تتعلق بموضوع حلقتنا وهو الذي الآية 98 من سورة الأنعام نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون التعليق لحضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرسلم يعني هذه الآية من أجمل آيات القرآن الكريم والقرآن الكريم كله جميل نعم ولكن هذه الآية لها مذاقص لأنك عندما تقف عند هذه الآية فأنت تقف مع نفسك إشارة من الله سبحانه وتعالى على خلق هذه الظرية من نفس واحدة طيب إذا عدنا بهذه النفس الواحد من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى لأنه لم يأتي أحد على وجه الأرض وادعى أنه خلق آدم عليه السلام ولكن ولكن بالصدفة؟ نعم بالتوافق وبالصدفة؟ هذا كلام كلام يعني كثير من الناس رد عليه وهذا الكلام يعني كلام يخرج عن نطاق الإطار العلمي أو حتى عن نطاق الفلسفة أو عن نطاق المنطق يعني باطل علمياً؟ طبعاً ما هو مصدر الإنشاء من نفس واحدة؟ طب هذه النفس الواحدة من الذي خلقها؟ تيجي بقى الآية في سلوة البقرة وآيات كثرة جداً في كتاب الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طيب طيب أنا بس هقف مع الألفاظ القرآنية أو المفردات اللي ذكرت فيها كلمة من نفس واحدة هنا في الأنعام الآية 98 اللي هي مدار حلقتنا عليها إن شاء الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وفي أوائل سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس التقوى ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هنا خلقكم من نفس واحدة في النساء وهنا أنشأكم اتعودنا إن بيبقى في فروق في معاني المفردات طبعاً ده أكيد مش ترادف خلقكم أنشأكم في المعنى العام واحد لكن أنتو كعلماء بتتفحصوا وطلعون أسرارك كلمة الخلق هو يعني الخلق على غير مثال سابق إبداع وربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم على غير مثال سابق لم يكن لسيدنا آدم صورة أو جسد قبل أن يخلقه الله عز وجل ما كانش فيه زي بعض مع علماء الدعو كذا آدم هو آدم الذي خلقه أول الخلق نعم هو ده أول الخلق أول الخلق طب هنا ربنا بيكلم عنه نحن الخلق لسيدنا آدم ونحن إنشاء الآية في سلوة النساء يا أيها الناس التقربكم الذي خلقكم من نفس واحد من نفس واحد تسمح لي في بينيات الحوار نصحح بعض العقائد يعني بعض الناس يقولوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله أول الخلق هو آدم في عقيدة الأهل السنة والجمال لا أول خلق ليس إدنا آدم طب أنا بسأل عشان كده الأحاديث بقى بتفسر إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فقال له أكتب ما هو كائن إلى أن تكون الساعة ده تصحيح وتدقيق يعني لكن بالنسبة للبشر مين هو أول خلق في البشر سيدنا آدم يعني ما نقول كده أول الخلق نقولش بسرعة زي ما نقولك لا 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 من نص الأحاديث أه طبعا أول ما خلق الله القلم نعم عشان نلتزم بالنصوص نعم لكن نقول من البشر آدم عليه السلام بني آدم هو آدم نعم طيب هنا ربنا وليس رسول الله محمد لا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه منهم آآ 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 بنهاشي مش عيلته دي ولا إيه أحبابنا وأجداده وأمامه سعلم المتكلام ده لا 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 مش بنرضي حد على حساب الشرع السنة بتقول كده أن أول الخلق هو من حيث المخلوقات القلم القلم ومن حيث البشر هو آدم عليه ده صحيح ده صحيح فالخلق اللي تم بالنسبة لي سيدنا آدم زي ما ربنا سبحانه وتعالى فساره والآية في سورة البقرة واذ قال ربك الملكة إني جاعل في الأرض خليفة طب الخليفة ده إزاي يكون خليفة كلمة خليفة أنه يخلف بعضه بعضا يعني جيل يأتي وراء جيل طب الجيل ده ييجي إزاي من جيل تاني وييجي تالت ورابع إلا أن تقوم الساعة إذا لابد يكون في هذا المخلوق صفات تنتقل إلى الأجيال فيما بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه طيب هل حدث انقراض لهذا المخلوق هو بني آدم الخليفة اللي في الأرض لم يحدث حتى الآن حدث انقراض لبعض المخلوقات نعم حدث انقراض لبعض المخلوقات الوحكات ديناصرات وغيرها من الزواحف وغيرها من بعض المخلوقات طب ده يوديني القصة برضو استهلكت وبطلت علميا يعني فكرة الإنسان أصله قرد يعني هنا من نفس وحيدة تعرف النظرية دي هلك فيها من هلك ورد عليها تلمزة دروين أعتقد يعني ورد عليها علماء أحبار اليهود ورد عليها بعض القساوسها ورد عليها علماء الأحياء وردت كما ذكرت تلمزة الدروين رد عليها ولكن ما زالت قائمة ما تسمى بالدروينية الحديثة لكن هل هذا المفهوم صحيح هذا المفهوم غير صحيح الإنسان ليس أصله قرد علميا 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 وعقليا ومنطقيا ليس لا من خلال البحث نفسه البحث في العوامل ورسية والجيناد وتسلسل الخلق طبعا اختلاف اختلاف كبير في الصفات الوراثية ولذلك هي الآية بتتكلم بقى على حيث الصفات الوراثية يعني جمال الآية في إيه بقى حضرتك جسم الإنسان الجسم كجسم هل يختلف عليه إثنان من حيثه إيه من حيثه الشكل العام الشكل العام الإنسان أي الإنسان أما نيجي مثلا نوصفه للآخرين الإنسان هو حيوان ذو قامة معتدلة يفكر ويبدع ويختارع وهكذا حيوان هنا وصف صحيح؟ حيوان وصف صحيح طبعا حيوان من الحياة من الحياة؟ إن الدارة الآخرين هي الحيوان حيوان من الحياة لا 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 من الحياة الحياة الممتلئة نشاطا وحركة نعم هذا هو الإنسان هل هذا الإنسان على مر العصور والأزمان وجدته يمشي على أربع؟ وجدت له ذيلا؟ وجدت له شعرا كثيفا كالقرضة؟ لو لقينا ده في بعض البشر مثلا بيبقى استثناء لكن نتكلم عن القاعدة العامة واحد طلع شكله مشوه لظروفه معينة ليست هذه هي القاعدة مش كده؟ طبعا طبعا أما نتكلم على بعض المخلوقات المشوهة هذه عطب في بعض الجينات لكن ليس في الأصل ليس في الأصل نتكلم على الأصل طبعا فطرة الله الإنسان ولذلك الآية في سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة مشاء ركبك هذه هي السورة بتاعت الإنسان فما نجي بقى نحولها بمفهوم خاطئ إنه هو كان قردا طيب لو هذا الإنسان كان قرد لماذا انقطعت السلسلة انقطعت السلسلة وكل البشر دول كانوا ماتوا بالقرود هي لعاشت لكن لم يحدث ذلك فالإنسان هو الإنسان والحيوان هو الحيوان سواء قردة أو شمبانزة أو خلافة تمام إذن عاودا إلى قصة هو الذي أنشأكم من نفس أنا عايزة أقول بس حتى ظهرها على المضاع مين الآل هذا الكلام؟ أي كلام؟ اللي هو كلام اللي سأل أصله قرد داروين داروين مين هو داروين؟ داروين معروف أنه أصله يهودي داروين هذا الرجل استخدمه اليهود من أجل محوة فكرة القرآن بينها عن اليهود أن ربنا مسخهم قردة وخنزير فعشان لا 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 أو عشان يمحي الفكرة عنه عن اليهود فقط عليك لا ده البشر كلهم قردة كان ليه أستاذ في جماعة الأزهر يجي لسير داروين في القصة دي يقول لك هو بيحن الأجداده يعني كان يدحكنا يعني نعم إذن آه دي قصة كبيرة فضعه يعني فيها جانب من المؤامرة يعني ربا دي مؤامرة على الإنسان والإنسانية والإنسانية طيب من نفس واحدة المفهوم العلمي ليها من عروف كلام المفسرين وحقارين النفس أخذ بالحضرتك النفس هي عبارة عن الجسد والصفات والروح الجسد هو اللي منطين والصفات اللي هي ربنا أوضحها في هذا الإنسان والروح اللي ربنا نفخها في هذا المخلوق منطين ولذلك التعريفات دي تجمعها كلمة النفس كلمة نفس ما ربنا ما قالش من جسد من جسد لا ما تمشيش الجسد ده تعريف جزء الجسة جسمه جسد الروح جزء الروح دي اللي هي المرحلة الأخيرة للوصول إلى النفس هي برضو جزء طبعا مش كل إذن النفس تشمل كل ده كلمة بقى نفسة واحدة بتعود على من تعود على سيدنا آدم يبقى احنا كبشر ربنا أنشأنا من سيدنا آدم طيب إيه الدليل على كده يعني الناس بتمر على القرآن الكريم وفي ناس تقف عندها الآيات ليه هل في أدلة على كده آه في أدلة كثيرة على كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالبشر لم يتركهم يعني أو لم يترك لم يتركهم لعقولهم إن هي إيه يعني تتشكك أو إن هي تختار لا ده ربنا قدامهم مفاتيح بس اللي يقرأ القرآن يقرأه كجملة واحدة يعني ما ياخدش منه بعض العيات ويترك عيات أخر لا عشان تفهم القرآن صح تقرأ القرآن كله لأنه هو وحدة وحدة طبعا متكاملة يهمنا حضرتك تيجي مثلا آيات في سبيلت الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى يبع إذن الذرية أسر كتنوجودة في ظهر مين؟ آدم في ظهر سيدنا آدم تمام؟ طيب والأصل في البشر التوحيد والأصل في البشر التوحيد اللي هو عبر عنه حديث تمام؟ طيب الماء الدفق ده وظفته إيه؟ ما هو ده اللي حكون الإنسان اللي هو المنية اللي هو المنية أو بويضات ما هو حضرتك كما الخلطة دي أما يجي حضرتك يعني نشوف سيدنا آدم ربنا أوضع فيه صفات معينة هذه الصفات هي التي تسموه بأنه إنسان هذه الصفات هي بقى المختلفة ومتبينة إحنا قلنا الجسد واحد لا أحد يختلف عليه هذا الإنسان بصورته المعتدلة وبشكله العام هذا جسد الإنسان طيب الصفات بقى مختلفة متنوعة يعني مثلا وإحنا قاعدين كده الدكتور مصطفى ودكتور حنف صفات الدكتور مصطفى تختلف عن صفات دكتور حنف في جزئيات تمام؟ تنوعة صفات الوراثية الصفات الوراثية ينتج منها الشكل الطول العرض الانفعالات كل هذه الصفات كل هذه الصفات شوف عددك يعني ربنا صحيح لجعل لهذا الجسد معالم محددة نعم الوج به العينين والأنف والشفتين والأذنين هل وجدت إنسان بأذن فيه له؟ هل وجدت إنسان بأنف خرطوم زي خرطوم الفيلة؟ هل وجدت إنسان بواجه أسد؟ هل وجدت إنسان كذا؟ مش هتلاقي تفي هذه الصفات ولكن مع ذلك هناك فروق دقيقة في اتساع حدقة العين في اتساع قزحية العين في حجم الأنف في شكل الشفتين في شكل الأذنين هذه هي الصفات لكن كلنا نتفق أن الإنسان له أذنين ولأول وربنا في أعلم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين يبقى إذن هذه الصفات موجودة لكن اختلاف بقى بسيط أو فروق بسيطة في هذه الصفات هي دي الصفات الوراثية اللي بتقى متنوعة ومختلفة من إنسان لإنسان يبقى من الخطأ العلمي وطبعاً الشرعي بالتالي إن إحنا نقول إن خلقكم من نفس واحدة من أدم وحواء لا مش كده لا طب طب وحواء راحت فيه لا 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 مش إحنا مخلوقين من الإنسان معين دي ده سؤال جميل جدا شبه ده سؤال جميل جدا هو ربنا سبحانه وتعالى أنا أقولت رحضك إيه إنه ربنا رحيم بقول البشر نعم ما بيسيبناش تايهين سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا إن الخلق من الأول هو سيدنا آدم هو يا أيها الناس كلامنا الناس عموماً المؤمن والكافر نعم يا أيها الناس اتاقوا ربكم الذي خلقاكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يبقى أمنا حواء جايه من مين من آدم من آدم من النفس الواحد من نفس الواحدة فالواحد يقول لي الله ده أنت عمل بتقول لي صفات مختلفة ومتنوعة والكلامة اللي أنت عمل أم الله السفات دي يقول لها لكال سيدنا آدم ما انتقلتش بالكلية لأمنا حواء ليه أمنا حواء ما طلعش زي أبينا آدم ليه وهذا ذكر وهذا كأنف هذه أنفة من ذكر زي من نفس واحدة هذه أنفة من ذكر وده سؤال مهم تعالى بقى أشوف الحلاوة والجمال في التعبير القرآني من أن ربنا خلق أمنا حواء من سيدنا آدم سيدنا آدم اللي إحنا منه كبشر لما العلماء حللوا اللي دي إن إيه هو الكرموسومات بتاع هذا الإنسان وجدوا إن الذكر بيحتوي على 23 زوج من الكرموسومات في جميع خلايا الجسم يعني 46 كرموسوم إيه هو الكرموسوم؟ الكرموسوم اللي هو الحمد النووي اللي موجود في خلايا جسم الإنسان وده قصة عجيبة قصة عجيبة قصة عجيبة يعني الإنسان فيه 100 تريليون خلية 100 تريليون خلية كل خلية فيها نواة كل نواة فيها دي إن إيه أو الحمد النووي اللي بيحمل الصفات الوراثية ملفوف حوالين بعضه لما فردوا العلماء وجدوا إن الطول بتاعه 2 متر موجود في نواة القطر بتاعها من 3 إلى 5 مايكرون يعني عشان تشوفها تحطها تحت الميكروسكوب تكبرها ألف مرة في أفلام طبعا في أفلام عندنا إمكانيات أنا بلخص بس الموضوع فالدين إيه ده اللي هو موجود في الخلية العلماء لما جابوه وفردوه وطلعوا 2 متر قالوا لو إحنا جبنا كل الدين إيه في 200 تريليون خلية ورسلهم كده جمع بعضيهم هيبقى ضعف المسافة ذهابا وإيابا من الأرض إلى الشمس الله أكبر ده موجود في جسم الإنسان الطعيف في جسم الإنسان خلاص في جسم الإنسان طيب مليئين ومليارات عشر ملادون آدم ليوم القيامة خلينا برضو نركز طيب إحنا قلنا الإنسان فيه 46 كروموسوم أو 23 زوج من الكروموسومات منهم زوج من الكروموسومات بيحتوي على واحد بنسميه Y اللي هو الكروموسومات اللي بتبين بقى الجنس ما عندك 22 زوج دول عليهم الصفات البشرية الجنس المقصود بيه زكر أو أنفة 22 زوج من الكروموسومات فيها الصفات بتاعة الإنسان وزوج واحد هو اللي بيحدد الجنس ذكر أو أنفة هذا الزوج في الزكر بيحتوي على 2 كروموسومات واحد Y ده بيحدد الزكورة وواحد X بيحدد الأنوثة طيب اللي راح لقمنا حواء مين بقى ايه اللي هو X اللي خلقت منه اه ليه بس كان موجود في موجود في النفس الأولى موجود في سيدنا آدم وموجود بنسبة 50% النصف يعني أما لمسك الحواءات الموية بتاعة الزكر ونصنفها كده أنه طبعا فيه طرق تصنف تجيب اللي عليهم آآ كروموسوم Y على اليمين وكروموسوم X على الشمال دي بطرق يعني ايه مش هنقدر نتكلفها دلوقتي لكن نقدر نقول أنه لو جيبنا الكروموسومات Y على اليمين وكروموسومات X على الشمال تطلع بنسبة 50% يعني أمنا حواء خدت من سيدنا آدم من الناحية الجنسية 50% يعني ايه نصف نصف صفاته الصفات الجنسية الصفات الجنسية اللي هو الكروموسوم X ده هوت اللي عليه الصفات الجنسية بتاعة الأنفة الكلام ده خطرته في أنها يوديني مثلا لحديث ممكن أبقى فاهم المسألة كده حديث النبي النساء شقائق رجال ما هي ده بيفصاره ما ده بيفصاره الحديث بيفصر هذا الكلام ما هو أنا قلت لحضرتك عشان نفهم صح نربط القرآن بالقرآن ولذلك أحسن كتب التفسير اللي هي تفسير القرآن بقرآن نعم أو تفسير القرآن بالسنة وهو ده اللي عليه صرف الأمة الصالح نعم طيب هل التعبير القرآن العظيم وخلق منها زوجها لما لم يقل وخلق منه زوجاه نعم بيتكلم عن نفس البشرية نفس الأصل نعم الضمير عقد عن نفس البشرية نعم الوحدة الأولى طبع عقد عن نفس البشرية ولذلك هنا برضو فيه يعني حاجة جميلة قوي طيب كلمة من تعني هنا إيه البداية ابتداء الخلق يعني ابتداء خلق أمنا حواء من نفس وحيد من نفس وحيد لأن فيه بعض كتب التفسير وبعض الأراء ولكن أمنا حواء مخلوقة آآ ليست من آدم مخلوقة أخرى منفصلة يعني منفصلة هذا الكلام ليس عليه دليل علمي كمان خالص لأن الكرونسومات اللي موجودة في أمنا حواء هي نفس الكرونسومات اللي موجودة في أبينا آدم والخمسين في المئة اللي هي الصفات الرسية بتاعة أمنا حواء ليه اختلاف بقى الثدي آآ الجهاز التناصيلي التاحة ده موجود كل الصفات اللي موجودة على الكرونسوم اكس ولذلك مثلا تجد بعض الناس اللي هما مثلا بيقولك عليهم المخنثين طب هو جاء كلام ده منين نعم سيدنا آدم قلنا انهو بيحمل ايه بيحمل صفات الذكورة والأنوثة في الحيوانات المنوية بتاعته يبقى إذن ممكن يحدث ان يجي إنسان مخنث آآ يعني القصة دي لا تتعلق بأصل الخلقة سيدنا آدم فقط لكن ده موجود في كل بما صفات الرصية انتقلت كل شخص الي يوم القيامة آآ انتقل كل ذكر فيه الخمسين في المئة آآ آآ كرونسومات واي اللي بتحدث الزكورة وكرونسومات اكس ولذلك ايه ايه فايدتها في غير آدم بقى بص حادتك هي يعني خلال بها ده ركز على آدم ان موضوعنا آدم آآ عليه السلام حادرتك السنوات تخيل حد من النساء المشاهدين سمعنا وبيسأل اكيد اكيد طبعا حادرتك دلاتي مثلا الزهورية بتجي ازاي وربنا فالصرف اول سورة النساء هم وبث منهما يبقى البث هنا والانتشار في الارض منهما منهما من الاتنين ولذلك علماء الاستنسخ لما قالوا نستنسخ آآ آآ بشر من آدم فقط عايزين ذكور ناخد خلية من آدم عايزين ايناس ناخد خلية من حواء طب هما التفكير ده جابوه ازاي قالك ما احنا جسم الانسان كل خلية فيه بتحته على الستة واربعين كرونسوم بما فيهم الايه الكرونسومات الجنسية اللي هي الاكس ووال والمعلومة دي موجودة في القرآن موجودة في القرآن والعلم أثبتها تمام طيب لو انا عايز اخد مخلوق من الذكر عشان اعمله انثى انثى استنسخ يعني اه حنزق لا مش هينفق ليه بقى ليه لان انت خدت خلية ربنا سبحانه وتعالى برمجها على ان يبقى فيها الستة واربعين كرونسوم وربنا عطل فيها الكرونسوم اكس في حالة الزكورة هما بتيجي مثلا الزاكة الزوك خلينا نكلم عن الزوك الزوك بيجتمع بزوجه من اجل التناسل خلاص فيه لو اتحد الكرونسوم واي مع الكرونسوم اكس من الانثى واي ذا اللي هو الكرونسوم الزكورة الزكورة عشان بس نفكر حيطلع المولود الزكرة بازن الله خلاص طيب لو اتحد الكرونسوم اكس من الزكر ما عنده اكس و اكس و واي يعني اتحد يعني غلب لا عشان فيه لا 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 حدخمنا بقصة تانية لا انا بس بس تفصيل إذا عالوا لا خلينا بس نركز حدي الأول ده هذا موضوع كبير أو اللي هو ازاي تحدد جنس الجنيل لكن انت نهار بحضرتك اما بيجي مثلا بيحصل تناسل بيجي منين من اتحد كرونسوم زكرة زكر اللي هو الواي من الزكر مع كرمسوم اكس من الانسة يتعلم مولود زكر طيب التحت كرمسوم اكس من الزكر مع كرمسوم اكس من الانسة هيتعلم مولود انسة لان الانسة عندها الكرمسوم الجنس اكس اكس الزوج اكس اكس لكن في الزكر الزوج اكس وواي اكس وواي خلاص اتحد اكس مع واي يطلع ذكر اتحد اكس مع اكس يطلع انفع خلاص يبقى ايضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ان الزرية دي جات من مين من ادم وابثة منهما يبقى ما حد بث هنا لفكرة التناسل بقى طبعا التناسل انتشار انتشار الزريف الارض تمام فربنا بيّن لنا عشان برضا وقلنا ما تشتش لذلك مثلا يجي بعض العماء بقى اللي هم مفتونين ببعض الشطحات كده احنا ممكن نجيب مثلا كورمسومات بتاعة كلاب نخطها في ارحام الناس ونشوف تطلع ذلك اجلنا تطلع ازاق طبعا حاجات مشوعة والعزب الله وحتى القوانين الغربية بتمنع دا 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 طبعا واحنا قلنا في بابلس تنساخ الغرب رفض كل هذا الكلام ليه لان طلعت اجلنا مشوعة لكن عشان تاخد اجلنا سليمة لابد من الذكر والانثى ما ينفعش اخد من الذكر الوحدة ولا من الانثى الوحدة طيب عشان نمشي مع الاية قبل ما الحلقة تمشي مننا فمستقر ومستودع التعبير دا بقى من منظور علمي بقى التعبير دا رائع رائع كلمة يعني احنا مثلا قاعدين في الحجرة دي هل الحجرة دي لو فاضي ما فيهاش الاساس ولا المكتب ولا كلام دي كله اقول عليها انها مستودع مستودع لإيه طيب طبعا انا بقودع فيها ايه هل انا وضعت فيها حاجة متاخدش الصفة متاخدش الصفة تاخد الصفة ايه طبعا ما يكون فيها شيء مستقر او مستقر لاني علمي التفسير اه اه والقراءات اه الامابن كثير الامابن كثير وابو عامر كسايا قال ايه قال ما هم قلت تكون مستقر بالكسر او مستقر بالفتح لو قلت مستقر يعدل على اسم مكان لابو مستقر يقول على ان فيه انسان او فيه شيء مستقر يبا بدي على الايه العين نفسها يبا اذا لا يمكن يكون فيه مستودع الا اذا كان هناك فيه اشياء مستقرة ناخد الاية من اولا وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع دي اللي بنقرأها في المستقر ربنا ما جابش مستودع قبل مستقر ما تنفعش لا فالصلي مستقر ومستودع كمت مستقر اللفظين دولين اللفظ مستقر جاية من القر والقر اساسه البرد والبرد يقتد السكون تجد الناس في الشرطة كده ايه ملمومة ملمومة وكمشانة لان فيه برد فمش قادة تتحر يعني يقولوا حر وقر اه حر وبرد الحر من الحرية والقر من السكون تمام فكلمة مستقر اي ثابت قر يقر قرارا يعني ثابت ثموتا جامد ايه هنا مستقر بقى الثابت اه برا فالي ايه بقى هو الشيء اللي مستقر في سيدنا ادم دوت او مستقر في سيدنا ادم وفي نفس الوقت هو مستوضع لغيره مهو حتاخده اه حتاخده من سيدنا ادم تديه زي ما ربنا ايه خلق امنا حواء من مين من ادم يبقى نستطيع ان نقول ان السفات الوراثية التي كانت مستقرة في ابينا ادم ها انتقلت الى امنا حواء فكانت على سبيل الايداع او الوديعة لغاية ما امنا حواء خدت كأن صورة النساء شوية تفسير لمعنى صورة الاية الانعام دي اه طبعا يا ايها الناس القرآن كله بفصل وخلق منها زوجاء وبث منهما رجالا كثيرا ومعنى هنا في الانعام وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر فمستقر يبا سيدنا ادم كان مستقر للصفات الوراثية اللي هي الصفات التي تميز الجنس البشري الكتلة الاولى يعني اه انتقل المادة الخامية اللي هي الاخماد النووية اللي بتميز هذا الانسان بصفاته التي خلقها الله عز وجل عليها طيب انتقلت لأمنا حواء وإحنا قلنا يعني ايه الدليل على كده قلنا العلم العلم اثبت ان الكرومصومات اللي موجودة في أمنا حواء في الـ 22 كرومصوم زي ادم بس يا دكتور كلام عن قدرة الله عز وجل وهي يبقى طبعا كلام ضخم وكبير جدا ما نقدرش نقوله لكن نفس واحدة تحمل واحدة تحمل كل هذه الشبكة العنكبوتية او المعقدة جدا وتفضل تعطي الى يوم القيامة تنتقل في ذريات كده لأجيال لا يعلم عددها الا الله تبارك وتعالى اليوم القيامة وهذه المادة الخام لا تنتهي ولا تنضب على ما يدل ذلك سيد الفاضل سيد الفاضل شوف اول حوار بين الله عز وجل بين ملائكته اني جاعلن في الارض خليفة خليفة تمام طيب الخليفة ده هيجي ازاي لو لم توضع فيه هذه الصفات التي تجعله خليفة ان يخلفوا بعضوه بعضا لانقرد انا بس بعجب من هذا المصنع اللي لا ينضب ابدا يعني عطاء غير مجزوز هذا دليل على توحيد الله عز وجل وتوحيد المصدر توحيد المصدر وإلا لو لو انقرد هذا الانسان انقرد من عواج الارض طيب وربنا بيكلم اني فيه اخرى وفيه جنة وفيه نار وفيه حساب وفيه ميزان وفيه 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 تتعطل كل هذه المعاني خلاص تعطلت كل هذه المعاني يبقى اذا ربنا اودع في هذا الانسان هذه الصفات التي تجعله خليفة في الارض الى ان يرث الله عز وجل الارض من عليه الله اكبر هذا توحيد ده المعنى العلمي مهم جدا يجعل فيه مفاهيم تشرق من جديد في الناس ده انا حقول لك على حاج ويرد حتى على الفرق الضالة سيدي المعتزلة والمعطلة والمشبهة اسمحني سيدي اسمحني سيدي من خلال منظور علمي اسمحني سيدي العلماء العلماء لما جابوا دي اني وجدوا من صفات هذا الحمد انه صفات الوراثية انه ثابت يعني ايه ثابت يعني لو جبت ديني ايه من خلايا انسان مات بقاله الف سنة او عشر تلاف سنة ثابت عليه الصفات الوراثية ثابت ولذلك اللي يؤكد من نفس واحدة نعم يعني صفات مستقرة مستقرة في هذا الحمد النووي ولذلك علماء الاستنساخ لما جم يفكروا بفجة الاستنساخ ارض احنا ممكن نعمل بالاستنساخ دو نعيد الحيوانات التي انقرضت طب هيعودوها ازاي فكروا في كده اه مهو صفات بتاعة الحمد انه ثابتة حتى لو خضط عليها بعض الاخماد او بعض المذيبات او اتعرضت لحرارة عالية او 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 ثابتة سبحان الله اه يبقى اذا ثبات هذه الصفات الوراثية وانتقالها من جيل الى جيل دون ان تنقرض هذه الصفات الوراثية هذا دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى هي دي النتيجة العظمة من وراء هذه الابحاث ولذلك الاية دي قد فين في سورة الانعام سورة الانعام بتتكلم عني من اولها عن عظمة الخلق الله عظمة الخلق وعظمة الخالق الحمد لله الذي خلق السماوات والارد وجعل الظلمات والنور الاية اللي بعدها هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمطرون نعوبة ربيكم تمطرون لها تتكلم عن تعدد بقى كده ربنا بيتكلم عن الزرع والحصاد وعن الخالق والسماوات والارد كله في هذه الصورة ولذلك ورد في السنة ان لما نزلت شيعها سبعون الف ملت من جمالها وحلوتها الله أكبر بتتكلم عن توحيد الخالق سبحانه وتعالى وبتتكلم عن المدلولات لهذا التوحيد اللي هي قضية التوحيد اللي هي قضية الصراع في البشرية إلى يوم القيام بين الشرك والإيمان هي مش صراع هو ضلال أقصد الصراع بين الحق والباطل بين الظلمات والنور انت حضلك لو شغلت دماغك وأي إنسان في الدنيا شغل دماغه والكافر ده لو قعد مع نفسه لحظات هو اللي بيخلي بعض مثلا الناس في الغربة أو في الشرق يسلم هو أسلم ليه لأنه لما قعد مع نفسه لحظات ويستمع إلى بعض الآيات وتفسير هذه الآيات من خلال الواقع العملي بتاعه عرف أن لهذا الكون خالق طب ده السؤال في الغرب في يمنا حددك في وقت ناس بتسلم في الغرب ليه ناس بتلحد في بلاد العرب هنا مش عغلش دماغه مش عغلش دماغه ولذلك ربنا بيخاطب العقول يعني الملحد ده لم يصل إلى نتيجة علمية حديثة معاصرة بأدوات علمية حقيقية توصلوا للإلحاد ده مش محش لا هو في منه نوعين في منه نوع وصل للحقيقة علمية ولكنه متكبر متغطرس فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يجحدون خلاص وبعدين فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو خلاص وعنده كل كل ده بس هو مش عايز يؤمن كده وخلاص يعني أخو حياي بن أخطب لما سئل عن سيدنا محمد وبعد اليهود سألوا خوية بن أخطب أهو هو قالوا هو هو قالوا هو هو ليه لأنه عنده في الطورة صفة ونعتي الصفة تعالى نساء صلى والنعتي بتاعه موجود عنده في الطورة أهو هو قال نعم هو هو قال فماذا أنت فاعل قال عدواته ما حييت الله هي المسألة كده بقى ده نوع من الكفار فيه نوع تاني لسه لم يتبين الدليل فأول ما بيجي له الدليل بيسلم أول ما بيسمع كده بعض يا تبقى الكريم وبيفهم معانيها وبتستقر في قلبي خلاص بيسلم لا سبحانه وتعالى طيب الآية هنا بتتكلم بعض الشباب أو بعض المتحوب مخدوعين بيعتبروا إن الإلحاد ده شياكة يعني شياكة علمية ومعاصرة يعني مع إن ضلال وجهل وظلمات ملوش علاقة بالعلم خالص طبعا خالص يعني هو هو اللي بيتكلم طبعا النهاردة على مواقع الانترنت فيه مواقع اللي حدية كتير جدا بس أنا بعضه هذا الشباب يعني قبل أن تفكر فيه مثل هذه المسائل فكر فيه حواليك في الكون اللي حواليك السماوات دي رفع السماوات بلا عمدين طرعونا طيب هذه الكواكب السيارة من اللازي سيارها ده لو نيزك نزل وخبط بالأرض يمكن يدمر الأرض نيزك واحد طيب تعاقب الشمس تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر وكلام دي كله وحركة منتظمة منتظمة جدا يعني للشمس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك دي تعبيرات علمية هم يفكر بقى يعني ممرضة يفكر وده بنشوفه وكل في فلك يسبحون يسبحون والعايز يبحث في الأبحاث العلمية والفلك يبحث يدور من أين يأتي الإلحاة زي مؤتر حضر يعني القرآن لا يكره أحد روحوا دوروا واسألوا العلماء شوف أول آية نزلت في صور القرآن الكريم صورة الفتاحة دي فتاحة الكتاب نعم ده من حيث الترتيب من حيث الترتيب من حيث النزول إقرأ آه إقرأ لا من حيث النزول إقرأ لكن من حيث ترتيب المصحف الفتح الفتح من هنا دي الفتاحة بتاعت الكتاب يعني حدك مثلا تكرتك بتقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص طب انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فين صفات الرحمن الرحيم يجيبها لك بقى من الاسود الفتاحة دي يعني افتتاحية الكتاب افتتاحية القرآن الكريم طيب اول صورة في القرآن الكريم البقرة بعد الافتتاحية اللي هي الفتاحة خلاص طب اول آية في القرآن الكريم والآية اللي بعدها الف لا ميم ذلك الكتاب لا ريبة فيه ما فيش رايب فيه ولا شك فيه انت عايز تصل لليقين والحق اقرأ كتاب الله عز وجل فيش شك خالص ده فيه دكتور رياديات اسمه ميلر هذا الرجل يعني حب بعض المبشرين بالنصرانين هو استخدمه للتبشرين بالنصرية في افريقيا هبقى لهم ده اعرف الناس دي عندها القرآن ويقرأ القرآن في الصلاوات وفي المساجد انا لازم افهم عن القرآن ده حاجة عشان اهد القصة دي تمام خلاص قرأ القرآن اول حاجة لفتت نظره ذلك الكتاب الله رايب فيه هو في واحد في الدنيا يقال لي في كتاب يقول لك كتاب ده فوش شك فوش رايب هتقول لي واحد كده اكبر مؤلفين العالم كلهم استقلال عجيب طبعا هو ربنا بيخطب العقول هو بيخطب عقلك وجدانك بيقول لك الكتاب الله رايب فيه البداية بضحض الشبهات طبعا ضحت اي شبهة فيه تعمق انت بقى بداية شديدة الالفات والتنبيه طبعا لا رايب فيه من الآية دي الراجل ده اسلام طب فكروا بقى فيه شك ولا لا هو بقى قال لك يا قالك انا تتبعت آيات القرآن الكريم عشان اشوف بقى كلام ده صح لا مصح هل فيه شك ولا رايب فيه قال لك وجدت ان جميع آيات القرآن الكريم بتتكلم عن حقائق علمية ثابتة الوعلماء اثبتوها من خلال علومهم اللي هي علوم الطبيعة ما لقيتش فيه اي شك استاذنا الدكتور حنا في مدبولي عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهير لا شك ان انا استمتعت جدا بالحوار مع حضرتك للحلقة للأسف انتهت وكيد السادة المشاهدين هنسيبهم زمأ وعطشانين على وعد ان شاء الله بإذنها حسب وقت حضرتك نكمل ان دي آية واحدة من المصحف واحنا بنقرأ وحريصين ان احنا نخلص جزء ونعمل ختمة لكن بنمر على محطات مهمة جدا لتقوية القلب واليقين في الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز في زمن الريب وزمن الشك وزمن الشبهات للأسف الشديد دوركم كعلماء لا يقل بل ربما يزيد عن دور علمائنا ومشايخنا اللي بيحطونا على الطريق لكن انتم من خلال المجاهر والأبحاث العلمية بتفتحوا أفاق جديدة جدا في غاية الأهمية في هذا الوقت العصيب اللي بيمر على الأمة المسلمة بشكرك مجددا من أستاذنا دكتور حانفي مدبولي وان شاء الله نستمتع بأبحاثك العظيمة اللي بتجلي أسرار الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة في مجالات متعديدة ان شاء الله شكرا دكتور شكرا بارك الله فيك أشكر حضراتكم نلتقي في نافذة جديدة من برنامج نوافذ السبت القادم بإذن الله تعالى على أمل اللقاء وأنتم في بحبوحة من العيش والرزق وحلاوة الحياة مع الله تبارك وتعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا